الزمالك بيفاوض محمد شريف والزمالك في مفاوضات مع طرق حامل هل في مفاوضات فعلاً أو عندك جديد للاتنين سواء حد يجي في يناير أو الموسمين داي؟ هو اعتقد ان كل حاجة هتبان و هتتضح نهائياً مع وجود مجلس الدارة جنان للزمالك تم خلاص الاعلان على مجلس الجديد باستكابة حسين لبيب المجموعة اللي معاه فالفترة اللي جاية ديت هيبقى بقى الأنباء مؤكدة لان كان الكلام الاول مفيش اصلاً حد رسمة فاوض لكن في التصالات حصلت طبعاً في التصالات حصلت على اساس ان يبقى فيما هو قادم ان احنا الناس تبقى موجودة لكن الاتصالات طبعاً ديت يعني في العالم المريكيات أو في قوة القدم لا تعني شيء في لعبة مرتبطة بعقود مع عندها فعند الخطوطين عند الخطوة الاولى ان اتفعل مع النادي اللي هو يملك عائد اللعب وبعد كده يتفعل اسم مع النادي وانت شايف اصلاً خليج يفرط في محمد شريف؟ او نادي الثليج محمد شريف بالنسبة لهم يعني صفقة مناسبة وشايف ان بدر امانه المدارب الفائح شايف ان لعب كويسيمك ان هو مسجدش الهدف وصنع هدف لكن هو نادي الخليج مش مطالب هناك ان هو يعمل النتائج المزغلة يعني هو نادي بيدور ان هو يكون موجود في الدور ويقدم عروض قوية مع لهوش ضغط ان هو يبقى في مربع الزهبي ان هو ينفس نادي الخليج في مشكلة ان هو بيغير كثير في المحترفين بمعنى المسم اللي فات كان اول مسم له يصعد بالدور اللي هو الدور الدرجة الثانية والمسم ده المسم التاني فما تبعنا خلال المسلمين دول المسم اللي فاتوا بداية المسلم دول ان هو عنده يعني قابلية للتغيير اللاعب الاجانب بيغير اللاعب الاجانب كتير ترجمة نانسي قنقق